أكد رئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية وذلك في ظل يقين الدولة بأن المعرفة والابتكار والبحث العلمي يمثلون ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي لسيدة دارين تانجا مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيسي مجلس الوزراء والدكتور محمد أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث أكد رئيس دعم مصر لأوجه التعاون مع المنظمة في مختلف مجالات عملها خاصة البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم رواد الأعمال والمبتكرين حيث تم من هذا المنطلق إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر أوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية سمن جهود مصر في التعاون مع الوايبو لدعم الملكية الفكرية وبناء القدرات إلى جانب مساندة جهود التنمية وإتاحة فرص عمل لشباب المبتكرين ترجمة نانسي قنقر